السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم مصطفى من قناة مو قابل شوية سويت فيديو وبسبب سخافة من البرنامج ما عرف ليش انطفى فاضطرت انه اعيد الفيديو سويت الصراحة بحساب مالي واسه راح اضطر انه اسوي بحساب صديقي لان مهرجان ان سويته هو يعتبر مهرجان يومي يعني كل يوم راح تسوي مرة واحدة فالقمر قاعد يحتيوا اياكم سلموا عليه وقلوا له شخ بارك هسه بعد شوية راح يتحول انسان ويرجع يحتيوا اياكم كانسان هسه حاليا نصاعد فوق المهم هسه بدال لاب 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 خلل نكمل المهرجان بسرعة يعني صراح خايف يطفي البرنامج مرة ثانية هههه وارجع النوبل حساب ثاني فخلل نبدي بالبرنامج اول يا برنامج خلل نبدي بالمهرجان شغلة شغلة اول شي باقة شم النم باقة شم اللم باقة تلم الشمل تقدر تفتحها مرة واحدة يوميا لما نتفتحها راح تنطيق طبعا مفتوح اليوم فما راح نقدر نفتحها مرة ثانية المهم لما نتفتحها راح تنطيق تذكرة تذوق كيكة القمر هاي التذكرة تقدر تجمعها من اماكن ثانية من خلال انه تقتل الوحوش في البرية يعني اي مكان بين قاسي اي مكان ما عدا الارض الخالدة وايضا تقدر تجمعها من خلال الباقة هذي وطرق ثانية راح نذكركم اياها ان شاء الله في هذه الحلقة فخلونا نبدي باول طريقة نحن شوي المسؤول المهيب اللي هو هنا طبعا راح تلاعظون انه راح يرجع بشر راح شوفوا لعنيسة يا سلام نعم انها المخدرات المسؤول المهيب طبعا قم بالعجاب بالقمر من تقول لهيش راح ينطيك عدة مهمات لازم تكملها اول مهمة اللي هي توصيل مباركات على المصابيع من الدوسة راح يجيبك على المصباح هذا اي مصباح من المصابيع هاي تتمنى امنية من هاي الامنيات ما راح يفرق اي امنية راح تتمنى من هاي الامنيات هي نفس الشي راح ينطيلك هاي مادة تكسير وينطيلك نارد وينطيك جائزة ثالثة عشوائية نروح الى قطع نبات الغار طبعا قطع نبات الغار ثلاث مرات لما ندو سيتي راح يقوم يقطع نبات الغار اقطع نبات الغار ثلاث مرات قبل ما ترجع بشر نسو حاجة نتحول الى هذا المخلوق المادري من هو على مود يعني عنده فاسة وراح يقوم يقطع الشي اسمه مرات ما شاء الله قطع الشي اسمه ونطلع حجر نجم ومشع طبعا اني ابارك لك بارك مبارك يعني عليك الحجر نجم وشع فخلي نرجع بشر طبعا هذا ينطيك جائزة ياما جائزة قوية مثل هذا او ينطيك جائزة سخيفة مثل انه ينطيك حجر بلاس واحد يعني لو نقطع لو شاحنه ناسها حاليا طبعا تقدر تتعلم القصة مالت هذا شنو قصته يقول لك عاقب الامبراطور يان قاطع الخشب وائل ولكن نبات الغار ينمو مجددا بكل مرة يقطعه وائل بهذه الوظيفة الابدية يعني عاقب الامبراطور الوائل عقوبة الابدية انه يقطع خشب الغار وهذا خشب الغار كل ما تقطعه ينبت مرة ثانية فراح يظل يقطع الى انيموت هذا الشي اسمه وهذه همت زوجت زعلت علي فدزت جهالها للقمر هذا الشي اسمه وهذا الشي اسمه وهذا الشي اسمه وهذا الشي اسمه يعني ما كل الارض انتهت وصارت ضيقة فدزتهم للقمر لكن حاليا نعوف اللاب لاب ونرجع للمهمة الثالثة اللي هي قصة هوبي و تالا او تي لا مدري مهم هم يلمن القمر الا طر طر الى القمر موضوع كل ما اعتمد على القمر طبعا منتج تحتوية هذا عندك هسا حاليا اثنين مادة اكسير من تستبدلها راح ينطيك جزء اكسير هذا طبعا كل يوم راح ينطيك جزء اكسير منتج مع سبعة جزء اكسير راح تدمجهن راح ينطيك جزء اكسير كامل تستخدمه راح تصعد عن القمر من القمر راح تحصل حجر بلاس خمسة او جوائز او جوائز ثانية ينطيك عدد اختيارات انت تختار جهازة واحدة من ضمن الجوائز هاي حجر بلاس خمسة حجر نجم وشع عشرة فاكهة الروح و جوائز ثانية هسا حاليا ايضا من النرد هذا طبعا تقدر تتعلم القصة مالته هو وتالا يطلع لك فيديو الحمد لله مكتوبة بالعربي والترجمة يعني جيدة مو ترجمة مع جوجل فاللي اريد يشوف الفيديو صراعا قبل شوية القبل هذا شوفت طلعت كل الفيديوات لكن الفيديو طوفها فما ريد الصراعا كل ساعة اعيد هاي ستتحول الارنب و خلينا نقموز شوية و ده نوصل الارنب اللي يريده ما هذه الصراحة هو يا ارنب اللي يراده لكن نشوف الارنب اللي اهنانه اذا ناسبه ناسبه ما ناسبه همه تماطنه ها هياته اه وثوب لا يسا هناك شيء سوى هذه الباقة هذا لما انطلق الارنب هذا رح ينطيلك باقة ثلاث باقات هاي الباقات رح تنطيلك من تذكرة الكعك او تنطيك سي بي مقيد طبعا هاي الباقة تقدر تجمعها ايضا من الوحوش البرية ووحوش اللي في البرية حاليا ما بقى غير التحدث الى الزوار طبعا التحدث الى الزوار تقدر تتحدث الى الزوار مرة واحدة فقط من المهرجان كلها تقريبا لانا السحاليا منتع شوية هم ما يسون شيء هم يعني اول مرة البارحة من سوين المهرجان اول مرة كانوا ينطون جوائز لكن بعد ما ينطون جوائز هذا طبعا ايضا الارانب من الدوس عليهم تقدر تتعلم القصة مالتهم لماذا هناك ارانب هنا يطلل لك فيديو يشرح لك شنو وظيفة الارانب في هذا المكان لكن فقط نقول لكم اماكن الزوار ذولي ثلاثة ذولي خمسة واكو واحد اضافي اللي هو واقف يم القمر يدحق على القمر هذا منتع شوية طبعا يقول لك تقضي الفتاة الجميلة يامها وعدها على القمر لابد انها وحيدة ويقول لك انه حرك الشاشة عمودة تشوف فتاة القمر طبعا مثل ما تلاعطون سوي يا خلاص صير متخلف من الدوس يتحرك الشاشة يا سلام طبعا هذه الحركة عجبتني الصراحة انه يعني عساس حاطين شكل وحده يطلع على القمر لان الصراحة وما شكل وحده هذا جسم كامل يعني ويا الهمية الماضية ويا كل شيء المهم ها حاليا هذا بالنسبة الى الازلمه كمنا كل شيء من عنده هناك بوابة خلنا نطلع وطبعا كو هامية الزوار النوبة هناك تجيهم هنانا هنانا زوار اثنين وهنانا تلقي ايضا ارنب المهمة هإذا المهمات مالة هذا اول واحد خلي نطلع من هذا المكان سحاليا خلاصنا كل شيء من هذا المكان فنشوف اللي بعده طبعا الجنرال اللي يقول له اذهب لقتل الغزات راح يدخلك الى هذا المكان تذكرون هذا المكان طبعا اللي هو مهرجان الثعالب اللي جمعنا به الثعالب الجميلة نفس المكان لكن ذولي طبعا يقول لك اقتل لخمسين من الغزات على مودة كاف اكب جائزة هسا بس نكتل لخمسين راح ينطينا مجموعة من النرد اعتقد ستة او بهذا الرقم تقريبا سحاليا كتلنا خمسة ها طبعا كتلنا خمسين نطينا ستة نرد وهي جوائز الاخرى للمعتدي جقل ما تقتل بهم راح ينطو لك جوائز وايضا ينطو لك من النرود يعني هسا اذا تستمر تقتل فيهم راح ينطو لك نرد يعني اضافي اثناش نرد اضافي ينطوك وفقط وبعدها يقوم من ينطوك تذكرة تذوق كيكة القمر فقط ما اعرف الصراحة شقد ينطوك منها وايضا راح يتوقفون اعتقد مو يعني مو طول اليوم ينطوك فقط يعني عدد معين وبعدين بعد ما ينطون اه اكو شغلة ثانية في هذا الخريطة حاليا هذا الجندي مجروح تحت شوية تقول لعالج هذا الجندي طبعا ها تلقى بماكن عشوائية في الخريطة لما تعالج راح ينطيك واحد نرد منتصف الخريف طبعا هذا ايضا هنا اكو جنود هنا جندي اكو هنا جندي اكو هنا وهنا 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 في كل جزيرة من الجزر اكو جندي مثل هذا تنطيله فالشغلة ينطيلك نبيل هذا الجندي والجندي اللي كان مبطوح بلقاع نفس الشي تقدر تجمع منهم ستة نرد في اليوم فاذا جمعت من ذولي او جمعت من المجروحين بلقاع فانت راح تحصن نفس الشغلة دول الشون تساعدهم تفضل النبيذ الجيد طبعا يقول لك لازم تشتريه من المتخصص فخلي نشوف وين المتخصص اللي راح يبيعنا النبيذ طبعا المتخصص مبين انه هو يطلع في مكان عشوائي قبل شوية طبعا كان هناك لقيته ها هياته طبعا هذا مبين المتخصص تلقاه في مكان عشوائي فخلي نشتري من عنده شي من كل نوع طبعا الشغلة بالف يعني تعتبر رخيصة وخلي نوكل ذولي الجنود اللي بكل مكان موجود واحد بيهم اهنا اهمية راح نلقى واحد شوف هذا مثلا لحم الضربان اخذ لحم الضربان نطاق واحد نرد اهنان جندي سليم نصل العاصفة وايضا نطاقنا نرد طبعا راح نلقى هنان جندي مجروح فخلي نسحب السهم من عنده وايضا نطاقنا نرد وهذا نحشويا نطيلة مرارة الافعان نطاقنا نرد وهذا خلي نسحب العالجة وايضا نطاقنا نرد فخلي نروح على اللي بعده هذا ايضا جندي مجروح هنا اكو خلي نسحب الرمح من عنده. ها حصنا هسا حاليا ستة مكعبات في اليوم. فهذا ما راح يقبل ياخذ نبيذ ولا اي واحد معدهم راح يقبل ياخذ الاكل ماله. لان جماعة ستة من خلال الجندي المجروح او ذولي. فهذا حاليا هذا المكان خلص. هذا الشغلاء طبعا ما تحتاجين هسا حاليا اليوم. الى باتشرة تقدر تستخدمها. يعني هي رخيصة الصراحة الوحدة بالف يعني اعتبر لا شيء. اكو شغلة واحدة فقط زيادة لهذا المكان. اكو وحش طبعا يطلع تقريبا كرة الساعة في هذا المكان. يعتبر يعني زعيم وحوش. لهو يعني يطلع دم. دم هنا يطلع. تقتلاء راح ينطيلك سبعة نارد من هذا النارد. يمكن راح يوقع سبعة او ستة تقريبا يطلع في هذا المكان في الوسط ايضا. اقتلاء راح تحصل عند النرود. تقريبا كرة الساعة او يعني صراحة ما اعرف اش كلش قد يطلع بالضبط. من يطلع على هذا الوحش يطلع هنا انا فوق انه هذا الوحش طلع في جزيات الغزات او ما دري شنو اسمها. فاروح اقتله. تجي هنا الدور عليه تلقى تقتله. طبعا الوحش الضربات ماتة ضعيفة حيلا تقدر تقتله بسهولة ليس بتلك الصعوبة يعني. حاليا هذول الاثنين كملنا من عدوم نجي على المارشال تركي. طبعا هذا تقدر تستبدل من عنده تذوق تذكرة تذوق كيكة القمر طبعا هاي تقدر تستبدله من عنده قمر بالجبن. كيكة قمر بالجبن والكبد. يعني اشياء ما متناسقة ابد هذي مخلل بالضفادة يخليك تلعب نفسك حتى من الاكلة. هو يعني واحد ما راح يأكلها بالحقيقة لكن هي يعني تخلي ما الواحد ما الى نفس يبدلها. اهم شي انه اكو باقة فرحة المارجان. تبدل معدها خمسة كل يوم. هذي راح تفيدك. جميل جميل جميل. هسه حاليا خلصنا. هذي طبعا تقدر تبدل معدن الاشياء مثل ما تلاعظون. اللي هي الجوائز نفسها تقريبا كل مرة لكن الاضافة الجديدة انو هذني موجودات. من التدير الصفحة الثانية هنا اكو فالشي بس موجود السعر ما له وهو ما موجود. يعني سعرها شوية غالية لكن هو اصل ما موجود. ما اعرف وشنوه الصراحة لكن شي سخيف. هسه حاليا فقط بقى النروض هذني نستخدمها. طبعا النروض هذني ما تقدر تستخدمها بمكان الا داير مدارة جنرال تشينك. هسه اذا جينا هنا انا واستخدمناها يقول لك ما تقدر تستخدمها هنا لازم تروح على الجنرال تشينك. توقف اين هنا تستخدمها راح يستخدمها عادي. طلع اش قد هسه اثناعش. اه طبعا كل ستة يستخدمون مرة اه مرة واحدة. نطعنا هذي عشوائية طبعا عشوائية ما لها اي فائدة. راح تنطيك نقاط طاقة. هذي عشوائية ايضا. نطعنا اثنية من فائدة اثناعش. طبعا جميل جدا. فائدة اثناعش جيدة تعتبر. تنطيك لا والله صراح هذي مو جيد. اكو باقي ثانية تنطيك واحد حجر زائد ثلاثة. لكنها تنطيك ثلاثة حجر زائد واحد. لكن على العموم هذه الفكرة يعني ما المهرجان. طبعا هذا الجنرال تشينك تقدر تقول له مشاهدة قصة عن مشاهدة فيديو عن قصة النارد. راح يطل لك فيديو ايضا يشرح لك بيه القصة مالة هذا المهرجان. حسب اللي افتهمته انه كل واحد يذب نرود اكثر. راح يدخل الى الترتيب. الترتيب هذا هو اللي راح ينطيلك منه هذه اله هذني العملات على مدى تبدل بيها هذني الشغلات. هذا اللي افتهمته الصراحة. اه شي لا صراحة ما افتهمته يعني بالضبط شنو هذا الموضوع من عنده. لكن الفكرة كلها انه نتمر نردات. والله كريم. فهي شي قبل ما ننهي. اكو هنا اضافة ومالة الاثار. تحط اثار اثنين متشابهة. وتدمجهم راح تنطيك اثار ثالث جيد. راح ينطيك اربع احتمالات. انت تختار واحد من عندهم اللي تشوفها مناسبة اكثر اكثر اليك وتختاره. لكن الصراحة راح ياخد فضة كثيرة جدا جدا. فصراحة نصيحة لتدمج. يعني خسارة جدا. يعني قبل شي ادي ادمج اثر راقي. وهي اثر عادي. يريد ما عندي خمسمائة الاف. لي اش? يعني بايق الفلوس قابل خلو ما بايقها. اموم ماذا الذي كان عندنا اليوم في الفيديو. اتمنى الفيديو كان اعجبكم. وشكر كبير جدا جدا صاحبنا على موضة ونطينا الحساب مالي حتى اسوي بالمهرجان. اه الصراحة ما قدرت اسوي بالحساب مالي. يعني الفيديو فصل. فشكرا جزيلا الى وطبعا هم يا اصدقاء العزيزين علي ايضا. فلا لا تنسون اذا كان عندكم اي استفسارات عن المهرجان اكتبونا اياها اسفل الفيديو. واذا كان عندكم اسئلة عن اي شي ثاني في اللعبة اكتبونا اياها اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.